أهلا بحركم مرة تانية خلينا نتكلم عن تصنيف الأندية الأفريقية أو بتحديد تصنيف المجموعات والأندية المشاركة في دور المجموعات تولي دوري أبطال أفريقيا ونتناولهم ونقول الفرق بالتحديد نبتدي بالتصنيف الأول اللي أكيد متوجد فيه النادي الأهلي ومتوجد أيضا التراجل تونسي والوداد والرجاء من المغرب وده بحكم طبعا نتائج الفرق دي في آخر السنوات فطبيعي جدا أنهم يكونوا موجودين هنا إحنا بنصطبك الأحداث يا جماعة عشان السؤال اللي ممكن يطرح خلال الساعات الحالية اللي هو إيه؟ ليه بطل الدوري مش موجود في التصنيف الأول أو إزاي يكون بطل الدوري في التصنيف الثاني والفريق صاحب المركز الثاني أو الثالث في التصنيف الأول إحنا برضو بنحاول نسبق الأحداث أو بنحاول نجاوب قبل ما السؤال يتسائل حتى مش هو ياريته بيتسائل مرة واحدة ده بيتسائل عشرين مرة فعادي ده بيبقى تبقى للنتائج في آخر السنوات بالتحديد يعني لكل الفرق المشاركة هل الترجي مثلا فاز ببطول الدوري أبطال إفريقيا مثلا؟ لا بس النتائجه آخر خمس سنين كويس ستأهلوا أنه يكون موجود في التصنيف الأول الوداد مثلا هو بطل البطول الأخيرة الرجاء بقاله فترة لا يكسبش بطول الدوري أبطال إفريقيا الأهلي آخر ثلاث نسخ هو أخذ منهم بطولتين وآخر ست نسخ هو واصل لخمس نهائيات فطبيعي جدا يكون هو متصدر كمان التصنيف الأول في التصنيف الثاني متواجد نادي الزمالك اللي هو بطل الدوري السنة الفاتت في الدوري المصري متواجد سانداونز متواجد بيترو أتليتكو متواجد حرية كونكري والتصنيف الثالث سيمبا التنزاني الهلال السوداني شباب الأجداد الجزائري شبابية القبائل الجزائري التصنيف الرابع القطن الكاميروني المريخ السوداني فايبرز الأوغاندي وفيتا كلوب أو الرويال كلوب من الكونغو فبالتالي دي التصنيفات من الوارد جدا من الوارد اللي هو القرعة لما تتعامل يعني إن شاء الله من الوارد إن نلاقي الأهل والزمالك في مجموعة واحدة وأنا من الناس اللي بفضل كده بالمناسبة مش تقليل خالص من أي نادي يعني لا طبعا بيبقى مطش صعب جدا بس التوفيرة للمجود والصفر أنت بتاخد مطش زيادة على ملعبك يعني والزمالك بياخد مطش زيادة على ملعبه وجهة نظر بشوف أن هي حاجة بتبقى إجابية بالنسبة لفرقتين وبتبقى حاجة ممتعة لجمهور الكورة المصرية قال أعصاب بتبقى مشدودة عند جمهور الكورة المصرية كله في الحقيقة لكن في كل الأحوال فرقتين كبار جدا أهلي زمالك لو ويعوا في مجموعة واحدة هنشوف مطشين جامدين قوي قوي في بطولة دولة أطال إفريقيا وبتحديد في دول المجموعات وفي نفس الوقت القرعة هتكون في الشهر المقبل لسه مش عارفين يوم كان بالضبط ما أعلنش لسه الاتحاد الإفريقي لكورة القدم